تنظيم الملهيئة تنظيم الاتصالات انطلقت تمرين الأول للأمن السيبراني لقطاع الاتصالات ويركز هذا التمرين على اختبار قدرة المشغلين على التعامل مع التهديدات الإلكترونية وتطويرها تقنية جديدة تطرأ على قطاع الاتصالات بشكل متسارع وتنشر بيانات جديدة ومتسارعة لا بد من التعرف عليها وتعامل معها بكل احترافية فبتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات انطلقت تمرين الأول للأمن السيبراني لقطاع الاتصالات بما يتفق مع إيقاع العصر التكنولوجي المتسارع هذا التمرين الهام ركز على الارتقاب المهارات والمعارف وتجديدها وتعزيز الاستعدادات لتحديد الثغرات والتعامل معها باحترافية وتحقيق التنسيق والتعاون المشترك الفعال بين المشغلين المرخصين قطاع الاتصالات يعتبر من أهم القطاعات الممكنة لباقي قطاعات الاتصالات الحيوية والاقتصاد البحريني بشكل عام فمن أهم أهداف هي تنظيم الاتصالات الاستراتيجية أن يكون قطاع الاتصالات مؤمن ويشتغل بشكل مستمر طبعا مثلما نشوف المشاء الله التفاعل اليوم كبير الحضور ما يقارب أكثر من خمسين شخص من شركات الاتصالات وتقريبا ثلاثين إلى أربعين شخص من الجهات ذات العلاقة نتوقع إن شاء الله أن الكل بيستفيد من هذه التدريب اللي هو محاكاة للهجمات السبرانية بشكل عام قطاعات صلاة البحريني يعتبر من القطاعات المتقدمة في دول منطقة وهدفنا دائما أن تكون الخدمات متوافرة بشكل مستمر وبجودة عالية وبأسعار تنفسية مرونة وخيوية للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في مبلكة البحرين يتم تطويرها بصورة مستمرة لتلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بما يحفظ حقوق جميع الأطراف لتقديم أعلى جودة من الخدمات بشكل الأخوة في تنظيم الاتصالات على دعواتهم الكريمة في الحضور لها الأكسرسايز السايبر الرل طبعا بحكم أهمية مجال أمن المعلومات والسايبر سيكيريتي في الفترة الأخيرة وطبعا بحكم أننا نحن من مصرف البحرين المركزي طبعا بالنسبة لنا من أهم الأمور اللي نحن لازم نحفظ عليها هو أمن المعلومات هاي النوع من الفعاليات تساعد على كيفية الحفاظ على أمن المعلومات عندنا في المصرف من أكثر المخاطر اللي قاتت واجهنا حاليا في قطاء الاتصالات وهو التهديدات اللي هي لها علاقة بأمن المعلومات والأمن السبراني فحاليا طبعا هاي الورش اللي رتبته هي تنظيم الاتصالات قاعد يتركز على تنريب المؤسسات لها علاقة بقطاع الاتصالات على التصدي واكتشاف هذه المخاطر مملكة البحرين تؤسس بنية تقنية متقدمة حسب أفضل الممارسات الدولية لدعم التطور الرقمي والمنافسة على الساحة العالمية بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات انطلقت تمرين الأول للأمن السبراني وفقا للخطة الوطنية الخامسة للاتصالات ليؤكد استمراره في حماية مصالح المشتركين ومستخدمي خدمة الاتصالات في مملكة البحرين بأحدث الأساليب والعلوم والتكنولوجيا شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر